السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعلم الإسلام من الصفر وسنتكلم بإذن الله تعالى اليوم عن الحج والحج مفروض على كل مسلم قادر عليه تبه القادر عليه فرض عليه أن يحج أما غير القادر لا إثم عليه إن لم يحج يعني ما عنده مال ما عنده قدرة جسدية أو امرأة ما عندها محرم ما عندها محرم يسافر معها مثلا مرة واحدة في العمر أما من لا يقدر على الحج فلا إثم عليه ومن حج أكثر من مرة فله أجره عند الله إذن إذا حججت مرة واحدة في عمرك فقد أديت الفرض وكل حج بعد ذلك هي من باب التطور ليست فرضا عليك أن تحج أكثر من مرة الحج يكون في وقت محدد وهو شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة خطوات الحج سنأخذها هكذا على السريع ثم بعد ذلك نفصل فيها أولا الإحرام ثم طواف القدوم السعي بين الصفا والمروى المبيت في منى الوقوف بعرفة المبيت في المزدارفة رمي الجمرة العقبة الكبرى ذبح الهدي لمن كان عليه هدي الحلق أو التقصير طواف الإفاضة رمي الجمرات الثلاث وطواف الوضع طيب الآن ننتقل إلى التفصيل في كفية الحج أولا الإحرام قبل أن يصل الحاج إلى الكعبة يحرم من أحد الأماكن المخصصة للإحرام وهنا أنا وضعت لكم خريطة فيها هذه الأماكن كل ما هو يعني عندما تصل إلى هذا الخط من أي حد من حدوده تحرم وهنا هذه النقاط هذه المواضع التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة الناس إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة يذهبون إلى نقطة من هذه النقاط ويحرمون من عندها معنى الإحرام أن يمتنع الحاج من حلق رأسه والتعطر والاستياد والرفث يعني يمتنع عن هذه الأشياء كذلك بالنسبة للرجال يحرم عليهم إذا أحرموا أن يلبسوا الثياب المفصلة يعني الثوب الذي له أكمام بنطلون هذا ما يجوز لهم أن يلبسوه المرأة يجوز له لكن بالنسبة للرجل لا يجوز له ولا يغطون رؤوسهم تغطية الرأس وضع طاقية شماغ أي شيء هذا محرم على المحرم من الرجال بالنسبة للمرأة لا تستخدم غطاء الوجه المنقوب عند العينين تعرف النقاب هو غطاء الوجه الذي له نقب عند العين فهذا لا تلبسه المرأة تلبس غطاء الوجه الذي ليس له نقب في الحج لا يجوز لها أن تلبس المنقوب لكن خارج الحاج هذا المنقوب يجوز لها أن تلبسه ولا تلبس القفازين طيب كيف تغطي يدها أكمام طويلة تغطي بها اليد طيب هذا أولا إذن الإحرام وطبعا في الإحرام يقولون لبيك اللهم حجا أو إذا كان ذاهب للعمراء يقول لبيك اللهم عمراء طواف القدوم يطوف الحاج حول الكعبة سبع مرات يبدأون من عند الحجر الأسود وكلما مروا به إن كانوا قريبين منه قبلوه وإن كانوا بعيدين عنه رفعوا اليد اليمنى وقالوا الله أكبر ينتقل الحاج إلى السعي بين الصفة والمروة بعد أن طاف سبع مرات حول الكعبة هذه هي الكعبة كما ترون في الصورة يطوف سبع مرات بعد ذلك يذهب إلى جبل الصفة هذا هو جبل الصفة بجانب الكعبة ويمشي يعني يسعى بين الصفة والمروة هذا اسمه جبل المروة وهذا اسمه جبل الصفة طبعا الآن بعد يعني العمران الذي صار هنا في الحرم ما عدت تتحس أنها جبال يعني صارت المنطقة التي بينها تقريبا مستوية تمشي مشيا كانت في السابق جبل تصعد جبل وتنزل من جبل تصعد جبل وتنزل من جبل الآن يعني مهدت وفي ترى قمة الجبل هناك فإذا هذا تذهب إلى جبل الصفة وتبدأ تطوف تسعة سبعة أشواط من الصفة إلى المروة شوط من المروة إلى الصفة شوط من الصفة إلى المروة شوط هكذا حتى تنتهي عند المروة معنى السعي هو أن يمشي الحاج بين الجبلين سبع مرات يبدأ بالصفة وينتهي بالمروة طبعا أثناء السعي في المنطقة التي هي في المنتصف بين الصفة والمروة تمشي مشيا شبيها بالجري يعني تسرع في مشيك إلى حد شبيه بالجري هنا في منطقة تجد أعلام تجد أضوية خضر هذه إذا وصلت إليها تجري وعندما تنتهي الأضوية الخضر تمشي طبعا هي في السابق كانت يعني بعد انتهاء بين الجبلين هكذا في الوادي لكن عندما ساووها وضعوا علامات لتعرف المنطقة التي تجري عندها بعد أن تنتهي من ذلك تذهب إلى ميناء وتبيت هناك وهي منطقة بين مكة وبين جبل عرفات بالاتجاه من مكة إلى الجبل يوجد منطقة اسمها ميناء تبيت فيها ليلة قبل ذهابه إلى عرفات بعد ذلك يقف في عرفة عرفة هي منطقة شرق مكة فيها جبل يقف فيها الحجيج في يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة يقف في المنطقة سواء صعد على الجبل أو لم يصعد مهم أنه وقف هناك خلاص هذا يكفي ثم بعد ذلك يبيت في مزدلفة هذه الخطوة السادسة هي منطقة بين مكة وعرفات جنوب شرقي منه يعني هي أساساً بين عرفات وميناء أنت في طريقك إلى ميناء تصل إلى المزدلفة وتبيت فيها كذلك يكون فيها صلاة بعد ذلك تذهب إلى ميناء وترمي جمرة العقبة يوجد في منطقة ميناء ثلاث أحواض تسمى الجمرات والعقبة هي إحدى هذه الأحواض في اليوم الأول من العيد يرمي المسلم سبع حصى صغار في جمرة العقبة ثم بعد ذلك إذا كان عليه هدي طبعاً ما فصلت في أنواع الحج الإفراد والقران والمتعة فصلت فيها في شرحي من أراد التفصيل يعني يرجع إلى كتاب الحج في شرح عمدة الأحكام يعني فصلت فيها لكن هنا نختصر فقلت يذبح قسم من الحجاج الذبائح ثم توزع لحومها على الفقراء الأولى أن توزع على أهل مكة لكن أهل مكة في عدد كبير من الحجيج إذا وزعت عليهم يعني هذه اللحوم كثيرة فلهذا كانوا يرسلونها إلى الفقراء من دول أخرى وهذا جائز بعد ذلك الحلق أو التقصير الحجاج الرجال يحلقون رؤوسهم أو يقصرون يقصرون شعرهم من كل الاتجاهات أو يحلقونها حلقاً الحلق أفضل بالنسبة للمرأة تقصر من شعرها ولو شيئاً قليلاً ولو هكذا مثل أصبع بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة حول الكعبة سبع مرات كطوافهم الأول بعد ذلك يبيتون في ميناء ويرمون الجمرات الثلاثة يعود الحجيج إلى ميناء ويبيتون فيها ويرمون الجمرات الثلاثة الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة العقبة وذلك في اليوم الثالث من العيد وبإمكانه أن يكرر ذلك في اليوم الرابع إن أراد بعد ذلك بعد ذلك عندهم طواف الوداع يطوف الحجيج بالكعبة طوافاً أخيراً قبل مغادرتها ورجوعهم إلى ديارهم وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن الحج لكن سنتكلم عن العمرة والعمرة سهلة جداً إذا عرفنا خطوات الحج سنعرف العمرة بكل بساطة العمرة أول شيء عندك الإحرام بعد ذلك عندك الطواف ما يسمى طواف القدوم الطواف أول الكعبة بعد ذلك السعي بين الصفا والمروى بعد ذلك تتجاوز هذا كله إلى الحلق أو التقصير وهنا تتحلل من إحرامك وانتهت العمرة هذه سهلة جداً إذن إحرام طواف سعي حلق أو تقصير وانتهينا وانتهينا الآن من باب الأركان الإسلام وسننتقل إلى القرآن الكريم في المجلس القادم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر